مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الجمعة عشرة ايار مايو الامار موجود ببرش الجوزاء لليوم التاني على التوالي اجواء مهمة بتساعد مولي برش الجوزاء يلي هني بامس الحاجة لهالطاقة الحلوية كمان ادلوا بحاجة دايما لتأثيرات جيدة والميزين الامار السبت رح بيكون ببرش السرطان فيلي نهاره اليوم حلو يستفيد من هذا اليوم البداية مع برش الحمل يلي نهاره اليوم جيد اكيد بعد فيه شوية نشاط وبعد فيه شوية حماسة كوكب المريخ اكيد عم يعطيكم حماسة وعم يعطيكم قوة لكن عند مواليد اذا بدنا ناخدها بشكل مفصل اكتر ودقيق اكتر مواليد 27 28 29 اذار مارس لازم ينتبهوا تأثيرات كوكب المريخ يمكن تحملهم شوية مشاكل او تعب او وجع التراص فكونوا منتبهين من روح لبرش الثور مواليد برش الثور تأثير الامار من برش الجوزاء مهم وداعم لالكن تأثيرات قوية طبعا اخدين طاقات مهمة بها الاربع تييم مميزة والزهرة كمانا مساعدكم لذلك لا غبار على هذا اليوم بتاتا القوة مستمرة الكوكب الزهرة بيعطي نجاح وبيعطي قوة حيوية وحظوظ مهمة لمواليد 2 ل5 ايار مايو والمشتري بعده عم يعطي تأثيرات حلوية ل16 17 ايار مايو الشوزاء ومع وجود الامار ببرش كون بعد التأثيرات قوية بتأويكن من حيث القدرة على رؤية الامور بمنطق اكتر بواعي اكتر بما رحقول بتفاؤل اكتر لكن في حماسة اكتر استفيدوا من هذا اليوم يمكن السبت والاحد ما يكونوا هالقدي مميزين او مداعمين او داعمين للكون بعده هلأ جميع مواليد برش الشوزاء محظوظة بشكل خاص مواليد العشرية التالتي وايضا 23 و24 ايار مايو برش السرطان الشو بعده هدي هنالك ارتياح فينا نقول هنالك نوع من فترة نقاها معليش استريحوا ارتاحوا الجو منو هالقدي سريع ونشيط بالعكس يمكن تحسوا حالكم نعسنين تعبنين زهانين وسهينين فكونوا حذرين بعملكم لمهم بتقدروا تتركوه للسبت او الاحد بيكون افضل برش الاسد يوم سعيد نسبيا بيساعدكن لانو الامر من برش الشوزاء شوي سريع بنشط حياتكن الاجتماعية بيعطيكن شوي الدعم بيعطيكن شوي التفاؤل وحماسي هذا اليوم مهم جدا واكيد افضل بكتير من السبت والاحد فكونوا منتبهين برش العذراء الامر من برش الشوزاء بيغنيكن عن السرعة لانو الحار منو لحالو هو سريع سريع الايقاع متطلب شوي فقط كونوا شوي صابورين مع حالكن مع غيركن خدوا وعطوا الجو فيه اهمية يعني نوعية الطاقة مهمة وكأنه كل العيون عليكن على شغلكم وعملكم وشو عم تشتغلو بشكل عام بس لما انيقطع هذا اليوم الجمعة رح تحسوا بانفراجات كتير كبيرة بتظل مواليد التأثيرات المهمة عندهم 16 ل 20 سبتمبر بالنسبة لبرش الميزان الامر من برش الشوزاء جيد بيساعد بيساهم بتحسين الامور بتلطيف الامور الجو عند مواليد برش الميزان بيفتح مجال لشيء جديد اذا انتم جاهزين فحاولوا ما تتسرعوا بقرار بالعكس حضروا حالكن لحتى يكون فيه نوع من انفتاح منكن تجاه شيء جديد تذكروا انه هايدي السنة لا يوجد فيها سلبيات بالعكس هايدي سنة مهمة لحتى انتم تساعدوا حالكن واليوم هو من الايام الجيدي خاصة عند 25-26 سبتمبر بالنسبة لبرش العقرب يلي منو مستعجل سابتوا الاحد افضل شوي ببرشكن الاسبوع هيك تفاصيل اما اليوم فهنالك نوع من مناغشات نوع من اخدوا عطى نوع من تسريع لبعض الامور خاصة اذا فيه معاملات عم بينحكى فيها او عم بتحكوا ما حدا عم بتحاولوا مع اصحابكن انكن توصلوا لنقاط مشتركة بجميع الاحوال الجو مساعد خاصة 19 نوفمبر برج القوس معليش ما تضيقوا اذا حدا نزعشكن نتفي هي فترة وعابرة بعرف الخميس متعب وايضا الجمعة رح بكون شوي متطلب ونوع تقيل شوي فحاولوا انكن ما تغرقوا حالكن بالجو اذا كان تقيل من حولكن بالعكس حاولوا تسلوا حالكن تلهوا حالكن تحطوا حالكن بجو اكثر ايجابة تبعدوا عن المشاكل خاصة الاشخاص السلبيين لانه السبت والاحاد بتبلش تتحسن الامور برج الشدي موالي برج الشدي وانت كترت وطالت عليكن اليوم الاجواء وساعات العمل بتظل الامور ماشي حالا يوم الجمعة في ناس تشتغل لس ما بتشتغل لكن حضروا حالكن الكل بانتظار اليوم موالي برج الشدي نهار طويل فحاولوا تخلصوا اشغالكن ما تختلفوا مع حدا لانه كرة الثلج معقولة تكبر وتتأزم في اليومين المقبلين قدلوا نهار جيد لحتى انتوا تربحوا فيه تستفيدوا منه بمعنى ان كون تسهلوا عملكون اذا باكن تحكموا مع احبائكن حاولين حابين تتصالحوا وتضبطوا الامور اليوم جيد ما تتركوها للاربعة ايام المقبلة خاصة تنين عشرين تلات عشرين كانون التاني يناير وحتى واحد وعشرين ومواليد عشرين ساهموا بتحسين اوضاعكن اليوم وتذكروا انه هالامر من برج الجوزاء عم بيدعمكن من مثلث فلكي كتير مهم بالنسبة لبرش الحوت حاولوا انه قعدتكم بالبيت وجلستكم مع الولاد نوعية الوقت تكون حلوة حتى لو كنتوا بالشغل حاولوا انكم تحسوا حالكم مرتاحين وكانكم ببيتكن الجو سوف يتحسن بشكل هائل بعطلة الاسبوع فما تنزعوا اليوم طولوا بالكن اذا امكن خاصة سبعة وتسعة سبعة لتسعة ادار مارس بختم مع مولود عشرة ايار مايو يلي بانتظاره سنة مرتبة سنة قوية سنة جيدة سنة بتدعموا بكل تحركاتكن بكل عمالكن المهم بتكونوا ماشيين على الخط الصحيح المجيسة في اكيد ممنوعة وهناك احتمال انه يكون فيه تقدم رائع مع وصول كوكب المشتري لمرج الثور لذلك النجاح بانتظاركن والارباح كمان والاخبار السارة بدي اتمنى الجميع يوم سعيد الى اللقاء باي باي